كابتن خطيب بيشكل لجنة لتسهيل إجراءات صفر جماهير الأهلي هو ده رد السؤال يا فندم أي حد كان بيسألني خلال اليوم من ثلاثة اللي فاتوا عن مين اللي حيسهل لنا الإجراءات مين اللي حيعمل لنا الإجراءات أهو تفضل حضرتك قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة أضم كل من مين بقى اسمع الأسماء اللي جاية دي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي السيد خالد مرتجي أمين السندوق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي السيد عمري شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم السيد رضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات صفر جماهير النادي الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات كاف والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص أنا لا أملك إلا أن أنا سقف أنا لا أملك غير أن أنا أسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي والله العظيم تلاتة له رياء وله تطبيل وله أي شيء آخر كل الطلبات اللي كانت في دماغي أنا كمشجع أهلاوي أو كل الطلبات الهالي كل مشجع النادي الأهلي خلال اليوم من ثلاثة اللي فاتوا لقناها في البيانات بتاعت النادي الأهلي مش عارف أقول ليه الحقيقة ولكن شكرا يا كابتن محمود على اهتمامك بناديك واهتمامك بمصلحة نديك وحبك لجمهورك وحمايتك لجمهورك في أي مكان اشتركوا في القناة